في مشهدٍ بات يتكرر بشكلٍ شبه يومي لا يزال الاحتلال التركي والفصائل الارهابية تابعة له يقصفون القرى والبلدات الاهلة بالسكان المدنيين في مناطق شمال وشرق سوريا مصادر محلية أفادت أن الاحتلال التركي وفصائله الارهابية قصفوا قرية وحشية بريف حلب شمال سوريا ما تسبب بأضرارٍ كبيرة في ممتلكات المدنيين دون ورود معلوماتٍ عن خسائر بشرية يأتي ذلك بعد ساعاتٍ على إعلان مجلس منبج العسكري المنضوي في قوات سوريا الديمقراطية محاولة تسللٍ للفصائل الارهابية تابعة للاحتلال التركي إلى قرية المحسنلي في ريف منبج شمال سوريا وذلك بتزامن مع قصفٍ للاحتلال وفصائله على قرية حربل بريف تل رفعت ما تسبب بأضرارٍ مادية في ممتلكات المدنيين على صعيدٍ متصل أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن دورية لما تسمى الشرطة العسكرية التابعة للاحتلال التركي اختطفت خلال الإسبوع الجاري ثلاثة مدنيين من أهالي ناحية جانديرس بريف عفرين المحتلة كما أقدم عناصر دورية مشتركة من استخبارات الاحتلال التركي وشرطة العسكرية على اختطاف امرأةٍ من أهالي قرية ميركان بناحية معبطلي خلال الشهر الجاري هذا ويتعرض المدنيون ممن تبقى من أهالي عفرين للخطف وذلك بغية ابتزاز ذويهم لتحصيل فدى مالية منهم بالإضافة لفرد إتاواتٍ على الأهالي من قبل التنظيمات الإرهابية